بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنتناول الكلاسفكيكيشن باي power supply نقول عندنا there are three basic types of power supplies لما electrical power supply pneumatic and hydraulic power supply فهدي بسيطة كدنا بيقول if the arm of robot is powered by electricity it's considered to be an electric robot if the arm is powered by hydraulic it's considered to be a hydraulic robot بيقول لي the wrist and gripper may not use يبقى كده أنا لازم أعرفه ده الكلام اللي بأكد عليه يبقى إذاً عندنا electrical pneumatic والhydraulic نيجي يقول لي the wrist and gripper may not use the same type of power as the robot يعني أنا ممكن يكون عندي hydraulic robots وعندي el gripper شغال بإيه بإلكترical system أوكي تعالوا نشوف آخر نوع بعدها النوع رقم ثلاثة من الكلاسفكيكيشن النوع رقم أربعة من الكلاسفكيكيشن اللي هو LERT واللي احنا قلنا إيه عبارة عن LERT تقلنا إيه تقلنا إيه تقلنا إيه تقلنا إيه الحركة اللينياري how to produce a linear motion a linear motion is produced by a part moving along the outside of another part as in a rack and pinion system for rack and pinion system الحركة اللي هي a linear motion طيب تعالى الحركة اللي هي extension how to produce extension extension motion extension motion is produced by one part moving within another part with a telescoping motion اللي هي زي الأنتنة كده زي حركة الأنتن نيجي للنوع التالت اللي هو اللي هو ROTATIONAL عايزك تراعي حاجة ما بين ROTATIONAL MOTION و التوستن ROTATIONAL MOTION اعتبر ان انت عندك ايدك على الشولدر بتاعك وبتحرك ايدك وبتلفها في الهواء دي بنسميها ROTATIONAL MOTION فإذا ايه اللي انا بحرك الدراع كله دراعي مفروض وبعمل له حركة دورانية كده دي اللي انا بسميها ROTATIONAL MOTION يبقى ROTATIONAL MOTION is produced by turning about something other than its central ده اللي هو ROTATIONAL MOTION أما التوستن موشن هو دايما اللي يحصل CONFUSION بالي اتنين قال لي لا انا لأقول اللي ثابتة في الارض وبعمل twisting زي ما بنقول كده حطي ايدفوس وبعمل حركة بلف انا كده بدور ايه بلف في جسمي حوالين ايه حوالين السنتر بتاعي بدين اللي بسميها twisting motion لذلك يقول لي twisting motion is produced by a part turning about its central يبدين الاربع حركات المختلفة اللي هي L linear R rotational E extensional T twisting دول الاربع حركات اللي بنعمل بيهم ده بنصنف بقى الروبط على هذا الاساسي يعني مثلا الروبط اللي قدامي ده ده exercise اللي عايزك بقى تحله بقول according to LERT classification system classify the following robot قول لي بقى انا عندي كم واحدة ده مثلا ايه ده تنين linear ودي طب هل ده rotational ولا twisting لا ده ده عملا زي دراع انا مسب الدراع وبيلف كده rotational ودي rotational عندي البيز ده بيعمل ايه twisting وعندي انا مش عايزة اقول بقى اكتر من كده عايزة انت تعرف تكتبها ازاي ده بقى اكتب كده اقول له L2 وبعدين عندي كم واحدة rotation يبقى R انت بقى تكملها شوف انت هتحط هنا X هتحط مكانها كام وبعدين هنا عندي linear rotational extension لا يوجد extension يبقى ده هنا LRT كم T Y شوف X هتحط مكانها كام Y هتحط مكانها كام بكده نكون وصلنا لنهاية هذا لتشابتر نراكم ان شاء الله في التشابتر القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة